موسيقى بقولك يا برينس والنبي متعرفش مكتب سليمان باشا فين؟ مالك؟ مطرد؟ قادر لنا كنت عامل حساب تنكب بتوع الغرداء انت لغزرار كنت تاخد سواب فيه اها ابو العزبي الراجل اللي انت بعته لنجاية ترزار لما عابد طاقة ولا تحقيق شخصية بيقول ان تثبت في الطريق وهو جاي انت يا جداع انت خليك معانا وانا اقول الكهرباء اللي في البلد بسم الله ما شاء الله يا باشا ولا شارع عبدالعزيز امورنا يا فندي معاك اوه بالعزبيه الو اه سيد المعلمين شفت اللي جرالي قلبوني يا باشا ما سابوش غير الهدوم اللي عليا حاضر يا سيد المعلمين من النجمة هقوم على البدل فاقد والله بس تمن البشا من نحيتي ربنا خليك ناس المعلمين تفضل ايه ابو العزبيه والنبي بس عايز رقمه على الموبايل الجديد حاضر يا ابو العزبيه من عنايه مع السلامه ما قولتنوش ليه؟ تا هترغي عادة المرتبه هنا الف ومتين جنيه عشان خاطر يا بولعزبيه هعملهم لك آآ 1350 عدك العيبة باشا أكلك هنا واقامتك في سكن الجردات مع زميلك زي الفل فضل ونعمة واف ليه تفضل ما انا ما كنتش هيبعدو ساتياتك لكن لو حالك عايز دا حاجة تبتعمل ايه؟ تفضل برا اسعل الواحد اسمه زمزم هيعرفك فين سكن الجردات فيلا تلتمية واثناشر فيلا وثلتمية واثناشر؟ شوف يا باشا الهي ربنا يا كريمك مش تشرب بالمية زمزم تبلبط فيها كده باشا السلام عليكم بل بل خدي دول اعتقد هيجوا على مقاسك لا 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 يمكن لا يمكن ايه يا بنتي؟ انت كل هدومك تسرقت خدي دول ماشي حالك بيه وبلغات ما ربنا يفرجها انا مش عارفة اشكركم ازاي تشكرين ايه بس ايه بالكلام ده؟ انا حقوم اراع شوية وخلي بالك من سماح ربنا ما يحرمنيش من كرمك يا حك ما تنساش تاخد الدواء حاضر خلي بالك منه؟ فعنايا طبعا ربنا يخلهولي طيب قوي ويخليكي ها تحبي تعمليه النهاردة زي ما انت عايزة انا مستحيلة انا مستحيلة انا مستحيلة بقولكي قولي هي قارية قوشانبيتش قريبة من هنا؟ بسي هو بينا وبنا حوالي 6 كيلو بس الموصلات سهلة جدا لو استنتيني بعض الظهر انا ممكن اخبك معايا في طريق واستنتكي يوم الموت خلصي بسم الله ما شاء الله بقوا فيلا 312 بقى شقة شركة اساسا بسهل فول يا رجال احنا بقى زمايلك هنا وفي القرية علي الشهير بسلفستر اقوله ماشي الشهير بفندان متولي البيوم فارغالي الشهير بقى ارنط اهلا وسهلا اقولكو سادة ابو الليف الشهير باحمل السقق برضو هتروح تانا في القودة التانية؟ عشان اعرف انام اعزان انام هنا ازاي والمريدة معانا طب ممكن يطلب منك طلب قبل ما تروح القودة؟ خير ممكن اكلم ماما افرحها بوجيه؟ وهم الميتين بيتكلموا؟ انت نسيت انك ميتها بالنسبة له من سنين؟ ولا عايزة تكلميها تفرحيها وتقوليها انك رجحت الوش الدانية؟ الموضوع دي تقافل من قبل من اتجاوس وحسك عينك اتفتح تاني ده اذا ما كنتش عايزة ابنك اتربى يتيم الام موسيقى 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 في معاك؟ لا بس أنا عاوز أقابلها ضروري للأسف لازم يكون في معاك أرجوك أنا لازم أقابلها بأي طريقة طيب أنت ممكن تقعودي هنا وأنا أقول لما تيجي أشعرلك عليها أنت بقى تكلميها لكنك قابلتها بس مرسي أول ألف شكر طفا قول فاتما فاتما مرسي أولا 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 من أدارة القارية تقدر تسيبيهم فرصة لا أنا عايزة حضرتك في حاجة تانية خالص أنا لا جزت هنا ولا حد جاي أخد درينك وماشي أنا ها عايزة شول طب وليه يقدم على شول بيه كده إيد ورا وإيد قدام ولا أنت جاي النهاردة كلمية عن نفسك وبكرة جبيه شهاداتك ومؤهلاتك ما أنا مش عارفة أقول لي حضرتك إيه خلاص امشي ولما تعرف أنت عايزة تقولي إيه بيرجعي تاين بس خدي معت قبلها الأمر صورة المؤهل وشهادت الميلاد والشهادات المعتمدة بالأربع لغات اللي بتكلمهم السرقوا كلهم في الطريق وحضرتك تقدر يتأكدي من اسم الشرطة لأن الركافي والناس كتير بلغت طب وإنتي ما بلغتيش ليه؟ أنا في إيه ولا في إيه يا فندي عموماً صورة بطاقتي مع حضرتك واللغات اللي أنا بعرفها تقدر تمتحنيني فيها دلوقتي حالاً أنا جاهزة بصيحنا ما عندناش أي حاجة دلوقتي إلا لو ممكن تشغلي جرسونة على البحر ده يبقى كرم كبير قوي منك، موها فقط طبعاً من غير ما تعرفي المورات تبولة تفاصيل البقية؟ في ظروفه زي ساعدتك يحمد ربنا مش يتأمر ويتشعر أيومك هبعت لك بنت اسمها؟ سماح سماح سلمها اليونيفورمي عندك مكان تباتي فيه؟ وتنزلها في سكن البنات أنا هبلغ أكرم دلوقتي تروحي على الشط حتى قابلي حدر اسمها تحت وسلمك اليونيفورم ويعرفك هباتي فيه متشكلة قوي ربنا ما يحرمنيش من كرمك